قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى أشعار آخر وذلك لعدم تهيئة ظروف عقادها بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها للجلسة ويقول برلمانيون أن الجلسة الحقيقية ستكون بعد الانتخابات المحلية ومعرفة كل فريق سياسي ثقله في المرحلة المقبلة وبالتالي خلق توازنات جديدة في ضوء تشكيلة المجالس الجديدة مشيرين إلى أن القوى السنية لم تحسم خلافات المرشحين حتى الساعات الأخيرة وتحديدا المتعلق منها بانتماء مرشح إلى الكتلة الأكثر تمثيلا في البرلمان